في استمرار من نظام عبد الفتاح السيسي لتقويد ما بقي من مظاهر التعددية السياسية أو ما بقي من الديمقراطية المصرية في بلد يحكمها السيسي بمبدأ الحاكم الأوحد أو الرجل الوحيد الذي يحكم ويتحكم في كل حاجة السياسة والفن والرياضة والاقتصاد وأخيرا الأحزاب قبل قليل صدر قرار عن الدولة المصرية أو عن المحكمة المصرية بحل حزب البناء والتنمية حزب البناء والتنمية هو زراع السياسي للجماعة الإسلامية وتم تكوينه أو إنشائه في عام 2011 بعد فورة يناير بكده يبقى حسني مبارك أو عبد الفتاح السيسي قضى على بقايا التعددية السياسية أو التعددية الحزبية في مصر بعد حل حزب الحرية والعدالة وثم حزب البناء والتنمية لم يبقى إلا مجموعة من الأحزاب الكرتونية التي تدور في فلك النظام والتي تنفذ ما يمليه عليها عبد الفتاح السيسي دكتور طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية علق على هذا الخبر وقال الحكم الصادر اليوم بحل حزب البناء والتنمية والصياق الطبيعي للنظام الذي أغلق كل أبواب الحريات العامة وذريعة الإرهاب هي ذات الذريعة التي استعملها في مواجهة كل القوى السياسية ورموز مصر الشرفاء أما دكتور عيم مورف تعليقا على ذات الخبر قال حل حزب البناء والتنمية في مصر ومصادرة أمواله إغلاق حزب أو قناة أو موقع أو صحيفة جريمة في حق الحرية ووصاية على حق الناس في الاختيار لا أعرف سببا لصمت القوى المدنية على هذه الجرائم حقا المعارضة تحتاج لمعاددة أما دكتور جمال سلطان فقال لم يفاجئني قرار حل حزب البناء والتنمية في مصر رغم أنه قرار يخدم مشروعات التطرف والإرهاب فالنظام قام بحل الدولة نفسها كسلطات ومؤسسات وصادرها لإرادة شخص واحد فليس غريبا أن يضيق زرعا بوجود حزب معارض حتى لو كان وجوده رمزيا بدون أي قدرة على الفعل السياسي في الواقع دكتور سامة رجدي بيقول كما كان متوقعا تم حل حزب البناء والتنمية بعد سلسلة من تأجيل الحكم استمرت لعامين عكست حالة من الخلاف بين الأجهزة على مختلف توجهتها على مختلف توجهتها وكان هناك إلحاح كبير من الإمارات لحل الحزب وهي التي انتصرت في النهاية فهم يكرهون وجود أي حزب سياسي له خلفية إسلامية ومنفتح عبد الفتاح فايد بيقول حقيقة ليس حزب البناء والتنمية فقط الذي تم حله ومصادرة ممتلكاته وتصفية أمواله حقيقة تم تصفية الحياة العامة كلها ومصادرة السياسة برمتها وخبر من الشروع الإدارية العليا تقضي بحل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله أما دكتور نزار محمود غراب بيقول حزب البناء والتنمية مش راضين عنه فقامت الدولة بحله يعمل حزب السيرة العاطرة لحكم الضباط برئاسة ناجح إبراهيم إذن الإدارية العليا تمتسل من جديد لقرارات عبد الفتاح السيسي وإرادة النظام المصري بإصدار أحكام تقود الحياة السياسية والتعددية الحزبية في مصر بحل حزب البناء والتنمية ومصادرة ممتلكاته أو نهب ما يمتلك حزب البناء والتنمية لتصبح مصر دولة الرجل الواحد عبد الفتاح السيسي يحكم ويتحكم ويملي على الشعب والنظام ما يريده وما يراه لائقا للمواطن المصري حتى ولو كان في النهاية يبوء بفشل سبت على مدار ست سنوات ترجمة نانسي قنقر